السلام عليكم النهاردة حصلت مشكلة كبيرة في كل وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الماسنجر، الواتساب وانستجرام وطبعاً كل التطبيقات دي تابعة الشركة واحدة وهي الفيسبوك المشكلة دي عالمية مش عطلة في التليفون أو الانترنت يعني كل وسائل التواصل دي مش شغال على مستوى العالم كله لأن السيستم واقف تماماً بسبب المشكلة دي ايه هي المشكلة؟ السبب إن فيه شخص صيني اخترق سيستم الفيسبوك اللي طبعا تابعها الانستجرام والواتس الماسنجر وان فيه مشكلة او ان فيه مشكلة في السرفارات نفسها بتاعت الشركة اما بالنسبة للتيرجرام وتويتر واليوتيوب وجوجل فهم شغالين عادي لانهم بلهمش علاقة بنظام الفيسبوك المشكلة دي تقريبا بقالها خمس او ست ساعات ولسه طبعا محدش عارف المشكلة دي هتتحل امتى بس اكيد هتتحل فقر بوقت لان كل دقيقة بتعدي على الشركة بيخسروا ارباح كبيرة جدا بتوصل لملايين الدولارات ومشاركة فيسبوك اعلنت انها خسرت 5% من الاسهم بتاعتها في اول ساعة من عطل فيسبوك يعني خسارة كبيرة جدا وده كان سبب توقف وسائل التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك علشان لو فيه اخبار جديدة نعرفها مع بعض واشوفكم الفيديو الجاي على خير